في جملة بتقول ونحمد الله على خطوات لم تكتمل ولا اكتملت لكانت شرا كبيرا ونحمد الله على اختياره الجميل ونحمد الله على كل افعاله فسبحانه بيده كل الخير طبعا انا كتب لكده اتكلمت في نفس النصيحة دي ان سبحان الله احنا ساعات بنفتكر ان الدنيا مش عادلة وان ساعات بنفتكر ان بنزعل ان في خطوات كنا بنزعلها ما اكتملتش لكن زي ما قلت وبشدت دايما وبقول ان ربنا واحد وعالم الخير فين ممكن ما كان يكون كله شر ليك في ناس كتير قوي بترفض حاجات بحجة ان هي ممكن يحصل لها شر والشر بيجي لها لحد البيت يعني ربنا سبحانه وتعالى احال اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فيه بروج مشيدة يعني غروبك من الشيء او ان انت تاخد خطوات وما تكملش كله ربنا ميصره علشان الافضل لك ربنا سبحانه وتعالى حاطتنا في اختبار وبيشوف صبرنا وممكن كمان تكون المشكلة ازمة كبيرة في حياتك وربنا بيختبرك وبيختبر صبرك لكن الاكيد ربنا مش هيسيبك في الاخر ولما تتعقد اوي 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 ارفع ايدك للسماء وقول يا رب هتكتشف ان فرجه قريب ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش عباده ولكن بيختبرهم علشان لما جايسة الاجبر وعشان كده بقولك اوعى 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 تفقد الايمان ولو فشلت في خطوة حاول مرة واثنين وثلاثة لعله وعسى ده يكون اختبار برضو لك من ربنا المهم انك ما تستسلمش ومهم انك تتوكل على ربنا وتكون دايما واصق فيك وان شاء الله خير وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان دعمك ده بيفرق في ان احنا نكمل اشتركوا في القناة